السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين سأقدم اليوم تفسير رؤية الفلفل في المنام فتابع معنا أولا رؤية الفلفل في منام العزباء تؤكد التفسيرات أن رؤية الفلفل في حلم الفتاة العزباء خاصة إذا كان الفلفل أخضر اللون يدل على السعادة في حياتها والتفوق في الدراسة أو التفوق في العمل وإذا شاهدت الفتاة أنها تشتري أو تأكل فلفل أخضر دل ذلك على تحقيق أمنيات هذه الفتاة سواء كانت أمنيات تتعلق بالزواج أو الخطوبة أو النجاح أو العمل أما إذا شاهدت الفتاة الفلفل الحار في منامها دل ذلك على اقتراب موعد زواج هذه الفتاة من رجل جيد الطباع بينما الفلفل الباردة الغير حار في منام العزباء يدل على البشرة الصارة في حياة هذه الفتاة حيث قال العالم النبولسي في تفسير رؤية الفلفل في الحلم للعزباء أنها تدل على الرجل الجيد الكريم الطباع الذي يظهر في حياة هذه الفتاة بالزواج أو الخطوبة تفسير رؤية الفلفل في منام للمتزوجة رؤية الفلفل في منام المتزوجة إذا كان فلفل أخضر دل على السعادة والسرور والخير لهذه المرأة ودليل على محبة زوجها لها أما تفسير مشاهدة الفلفل في منام المتزوجة فمعناه أنه سيأتي رزقا كثير وخيرا كثيرا لبيت هذه المرأة إذا شاهدت أنها تقوم بشراء الفلفل الأخضر وطبخه في المنام في المحشي أو ما شبه ذلك تفسير رؤية الفلفل في المنام للرجل رؤية الفلفل في منام الرجل يعني بأن هناك رزقا واسع وكثير إذا شاهد الرجل أنه يتناول الفلفل الأخضر حيث أن الفلفل الأخضر من الرؤى الجيدة أما رؤية الفلفل الأسود من الأمور الغير جيدة في حياة الرجل وذلك لأنها تشير إلى وجود مشاكل قوية في عمله أو بينه وبين زوجته ورؤية الفلفل في منام الرجل ومعناه أنه رجل حاد وصعب الطباع وخاصة إذا كان الفلفل حار أو لونه أحمر تفسير رؤية الفلفل في منام الشاب يفسر رؤية الفلفل في حلم الشباب خاصة إذا كان الفلفل أسود اللون يدل على المشاكل والصراعات بين هذا الشاب وأهله أو بينه وبين أصدقاؤه حيث قال العالم ابن سيرين في تفسير رؤية الفلفل في حلم الشباب أن رؤية الفلفل الأسود يدل على اقتراب موعد ارتباط هذا الشاب وخاصة إذا كان الفلفل الذي يشاهده لونه أخضر وحلو الطعم تشير رؤية الفلفل في منام المرأة الحامل إذا كان لون الفلفل أخضر يدل ذلك على سلامتها وسلامة جنينها من متاعب الحملة والولادة حيث إذا شاهدت الحامل أنها تأكل الفلفل الأخضر في المنام وتجد أن طعمه لذيذ فأن ذلك يدل على أنها سوف تلد مولود زكر والله وحده يعلم ما في الأرحم كما قال الكثير من علماء تفسير الأحلام أن معنى رؤية الفلفل في منام المرأة الحامل وتفسيرها دليل على الولادة المتيسرة لهذه المرأة تفسير رؤية الفلفل في منام المرأة المطلقة عندما ترى المطلقة أن زوجها الصابق يهديها الفلفل فمعناه أنه يحاول التقرب منها والتودد إليها ولكن عليها أن تتوخى الحذر لأنه يتوعد لها بالسوء وعكس ما ترى منه لكن عندما ترى الفلفل في المنام المطلقة فهو رزقا كثير وخير وفير وبركة في العيش أما إذا أكلته دل ذلك على رزق ومال يأتيها من عند الله إذا قامت المطلقة بتوزيع الفلفل على الناس في الطريق يدل الحلم على حبها لفعل الخير والإحسان تفسير رؤية حلم الفلفل الأحمر في المنام أكدت العديد من التفسيرات أن حلم الفلفل الأحمر في منام المتزوجة يعبر عن التعب النفس التي تعاني منه المرأة كما أن ذلك يدل على الخصام والعراق والمشاكل في حياة صاحبة الرؤية كما تؤكد التفسيرات أن مشاهدة الفتاة العزباء بشراء الفلفل الأحمر الغير حار يعني ذلك بشارة خير لهذه الفتاة بالزواج أو الخطوبة كما أن استخدام الفلفل الأحمر في الأكل يدل على غلاء الأسعار وأكل الفلفل الأحمر يدل على التوتر الذي يعاني منه صاحب الرؤية تفسير رؤية الفلفل الأصفر في المنام الفلفل الأصفر في المنام هي رؤى صارة تدل على البشارة بالبنين والبنات للرجل أو المرأة كما أن الفلفل الأصفر في المنام يعد دليل على سعة الرزق والمال الوفير خاصة إذا كان حلو المزاق تفسير تقطيع وقطف الفلفل الأخضر حلم تقطيع وقطف الفلفل الأخضر والطبخ به في منام المتزوجة يدل على الرزق والخير الكثير لها ولزوجها أما بالنسبة للرجل فهو دليل على حصول على ترقية في العمل أو حصول على المزيد من الرزق الكثير وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرات أخرى لا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء